يصدى الله عليه وسلم يفعل روح الأمل في نظور أصحابه هذا هو يعلمه دائما صدى الله عليه وسلم معه واعلم أن النصر مع الصبر يقول همين صدى الله عليه وسلم واعلم أن النصر مع الصبر وأنا الفرج مع القر وأنا مع الوسط يسرع هكذا كان النبي صدى الله عليه وسلم يثفت أصحابه عداء الدين ببثور الأمن والأثار في القلوبين كما في حديث خبار رضي الله عنه وهو حديث صحيح حليل لأنها أفلا وإنهارت به ذاته دائما ولا سيما في أوضاع الشدار والنزمات جاء المستضعفون من المسلمين في مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم مكوسكلاً أن تولدهم عند الكعبة في مصر الكعبة نائم فرمجد عليهم اضطهاد أهل مكة لهم وضافق عليهم مكة بما فيها ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له يا رسول الله ألا تصنصر دمم ألا تبعو دمم وكأنه كان صرب الياس إلى قلوبهم فراحوا الطرون من النبي صلى الله عليه وسلم أنجروا له بالنصر وبنفرية هذا القرن الذي ينفيه ألا تصنصر دمم ألا تنعو لنا يا رسول الله فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقد اضطر وجهه وقال له لقد كان من قبله يؤتى بالرجل فيحفر له في الأرض ثم يوضع في هذه الحفرة ثم يؤتى بالمنشار فيوضع فوق رأسه فيجعل به مصمين ويوشط ما بين جلده وعظمه من لحم وعصر بأنشاط الحديث ما يصده ذلك عن دينه وهو ثابت على دينه رغم هذا العذاب ثم تأتي تبت العظمة الذي جاء محمد صلى الله عليه وسلم لأفصلها لك هذه القاعدة العظيمة التي وضعها لنبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم والله ليتمنى هذا الأمر هذا الدين وعمر هذا الدين حتى يسير الراكب من صدعاء إلى حضر نور لا يخشى إلا الله والذئب على قدره ولكنكم تستعجير وعد من النبي صلى الله عليه وسلم ينره التفاعل ينره الأمل على الرغم من هذه الشدة وهذا الرغم الذي أحاطب المسكنين لا يتمنى الله هذا الأمر حتى يسير الرغم من صدعاء إلى حضر لا يخشى إلا الله والذئب على غنب ولكنكم تستعجير هذه القاعدة تقول لنا أن الله عسى وجد لا يعجل لعجلة أحد لا يعجل لعجلة أحد وأنت الله عسى وجد فعال لما يريد وقت ما يريد كيف ما يريد الكون دوره والملك ملوك والخلق عبيده والكل في قبضته يفعل ما يشاء وقت ما يشاء كيف ما يريد والله عسى وجد لا يعجل عجلتنا أمس أمره سبحانه وتعالى بين الكافر والنور إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول لهم هذه عقيدة ثابتة لا يمكن لكل مسلم مننا أن تأقبلوا منه أولاً أن الله عسى وجد لا يعجل لعجلة أمس وأن الله عسى وجد سيرصل هذا الدين بنا أو بغيرنا وأن المستقبل لهذا الدين بلا منازع علينا أيضاً أن نفعل ما لمسلم أن نؤدي ما علينا أما النتائج سنتركها لله جدا وعليه على الله أن يسعى إلى الخير جاهداً وليس عليه أن تتم النتائج النتائج بيد الله والنبي صلى الله عليه وسلم أيضاً حينما لن أمره في سيرته العقرة تجد دائماً كل آدين التفاق والأمل تأتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد الظروف التي مرى النبي صلى الله عليه وسلم بها والتي مرى بها أصحابه نعم مرة أخرى في غصبة الخنطة والأسمة وأسمة أحسب الأأساب على النبي صلى الله عليه وسلم والأصحاب يوم الخنطة وضعت عليهم الأرض بما رغبت وبلغت القلوب الحناجر وظنوا بالله الظنون ثم ماذا؟ ماذا بعد ذلك؟ فرد الله النبي لكفر بغيظ أن ينالوا خيراً وكيف الله يمكن أن يخبره؟ نعم أيها الأهل ويقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك الغزوة الآن تغزوه ولا يغزونا هذه هي المرة الأخيرة التي تغزونا فيها برج الآن تغزوه ولا يغزونا ولم أعبر غضره الصخرة ويخبره الأخيرة تغزونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم تبقى الصخرة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى وضرمها ضربة فلن أكبر تهل أضاء منها روض من جهة يمى فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر متحك لنا والله إني لأصر أبوات صرعان من مكان الساعة وهم في هذا الخط المشركون من أماله واليهود من خلفهم والواحد منهم يخاف عن يخرج ليقضي حاجة والرعب ملأ قلوبهم ومع ذلك يقول له النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر متحت اليمن ثم يضربها الثانية فيخرج منها نور من قبل الشام فيقول الله أكبر متحت الشام إني لأبصر قصورا حيرة من مكان الساعة ثم يضربها الثالثة فيخرج منها نور من قبل ثالث فيقول الله أكبر خدح في المدان والله إني لأبصر قصورا كسرى من مكان الساعة فقالوا وصفها لنا يا رسول الله جلبها لنا فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ويصف له هذه القصور كأنها أمام مصر وسلمان الثالثي رضي الله عنه بجوانه يبكي ويقول صدقت يا رسول الله هي 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 علينا أيها الأحبة مهما تكالبت الأمم عليهم ألا نفقد الأمل ألا نفقد الرجاء علينا دائما أن نكون ويالتقين ببوعود الله عز وجمنا حتى إذا استيأس الوصول وظنوا أنهم قد كذبوا ماذا بعد هذا جاء من مصر بدون مقدمات جاءهم مصرون وانظوا إلى هذه الشدة الإلهية في هذه الأطباء الكرآنية حتى إذا استيأس الوصول من أقوامهم الذين كذبوهم وكفروا به وليس هذا فحسب وظنوا أنهم قد كذبوا الظن هنا في أتباعهم بالمؤمنين الذين معهم ظنوا أنهم سيكذبونهم أيضا بسبب تأخر نصرنا عز وجمنا وظنوا أنهم قد كذبوا جدة عظيمة ثم ماذا بعد ذلك جاءهم نصرنا جاء الفعل هكذا بلا حرش عطف لم يقل ثم جاءهم نصرنا لا على هذه الفجأة الإلهية جاءهم نصرنا بالفعل الماضي الذي يؤدي التحقق هو هذا الفعل جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد مأسنا عن القوم المجرمين لا تيسوا أن تستردوا عزكم فلربما خروا بالهوى ثم ارتقى وتبشروا للعز كل عظيمته إني رأيت العز صعب المرتقى عباد الله أقولوا وتسمعوا واستطروا الحمد لله عم العالمين ونشهد ودى إله وضعه لا شريك له وليه الصالحين ونشهد أن محمد العبد ونصر خضى الله عليه وعلى آله واصحابه والتابعين لهم يرسان لليوم الدين يقول الحق تبارك وتعالى أم حسبتم أن تدهلوا الجنة ولما يتك مثل الذين خلوا من قبلهم بسنوا الأرساء والضراء وزلزلوا وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا عهد ماذا نصر الله ألا إن أصر الله حعين إذن لابد بهالطمحيص والابتلاء أول حتى يتميز الصقود حتى يتميز الحق من الباطل وحتى تخرج هذه الخفافيش الإنسية من مكاملها وجهورها هذه الخفافيش التي لا تعمل إلا في الضلام لا تعرف النور أبدا لا تعرف إلا الظلمة فلا قد من الظلمة أولا حتى تخرج هذه الخفافيش من جهورها ومكاملها ثم يأتي النور فجأة فتتكشف هذه الخفافيش بالناس هذه الأزمة التي نعيشها جميعا وهذا القرب العظيم الذي استشعره كل مسلم في قلبه فراء ما يحدث الآن في الغسة لا بد أن تشتد وأن تضير حتى تتكشف لنا هذه الخفافيش ثم يأتي النور بعد ذلك فجأة فيتميز الحق من الباطل وتتميز الصفوف كما بيّن الله عز وجل سنة فكان الله ليزر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الحبيث عن القلب دعا لا بد أن يميز الله عز وجل بين الخبيث والطيب هذه سنة من سنة الله عز وجل في خلقه هذه الأمة حينما تتأمل في تاريخها وتقلبها بين النصر والهزائر يتأكد لك فضاة قول الله عز وجل في هذه الآية في أزمة الردة في الفتن التي هاجف بعد ضبط العثمان رضي الله عنه حينما افتاح التدار بلاد المسلمين وحينما دخل الصليبيون بيت المقدس تجد أن كل هذه المحن تكشفت فيها كثير من الحقار وانزاح فيها كثير من الزيت حول بعض الأعلام في ذلك الوقت وها هو التاريخ يعيد نفسه بيّن الله عز وجل فلا جديد تحت الجمس نعم التاريخ يعيد نفسه في هذه الأزمة تبين لنا من معنا ممن علينا تبينت لنا صفوف المنافقين وتكشفت أمامنا في وضح النهار وتبينت لنا أيضا صفوف المؤمنين الذين لا يعرفون الياس ولا يشكدون الرجاء ولن ولن يتخلّوا أبدا عن واجبه في كافة هذه الكثير فعلى المريض والأحبة أن نكون دائما حبا فقر بأن النصر قادر وأن هذه المحنة مهما اشتدت ومهما ضاقت ومهما زادت العصر فيها لا بد أن يتبعها طرق قريب من الله عز وجل ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعدل لنا بهذا الصادق قريب دعم أيها الأهم والله إن فرج الله قريب والله إن مع هذا العسر يسرين وليس يسرا معه تبوا في ذلك كونوا على يقين بذلك لا تفقدوا الرجاء في الله أبدا هؤلاء اليهود الملاعين ما يفعلونه الآن في غزة وفي فلسطين العربة هذا له قصاص من الله عز وجل ولو بعد حيث لا بد أن يتبعه قصاص من الله ولو بعد حيث ولا إننا علينا أيها الأحبة وهذا ما نؤكد عليه دائما كل أسبوع أن نفعل ما بمسه أن نؤدي ما علينا أن نعذر إلى الله عز وجل وأن نؤرأ إلى الله عز وجل مما يحضر هؤلاء 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 أسأل الله عز وجل أن ينصر دينه والكتابة وعباده والمسلم الله ننصر دينك وكتابك وعبادك الصالح وعز الإسلام أنصر المسلمين وأعلم فضلك كلمتي الحق والدين اللهم نظر أراد كيداً للإسلام والمسلمين فاجعل كيدهم في نورهم واجعل تدبيرهم في تدبيرهم اللهم ننصر إخوالنا المجاهدين في فلسطين اللهم ننصر إخوالنا المجاهدين في مشارك الأرض ومغاربهم اللهم أنزل عليهم في الصبر أضعاف ما نزل به من البلاء اللهم لنمتنا حتى أكرر عيوننا من أعدائك أعدائك اللهم أكرر عيوننا بعز الإسلام ورص المسلمين اللهم أكرر عيوننا بعز الإسلام ورص المسلمين اللهم لا ترفع ليهود راية ولا تحقك له غاية اللهم لا نحبك له غاية اللهم بتعلهم لكل معتدل عبرة وآية اللهم خذف وضأتهم على إخواننا يا رب العالمين اللهم خطف واضغطهم على إخواننا يا رب العالمين اللهم بدعى مصر بلدنا جاداً آبنةً مطمئنة سفاءً رفاءً وسائر بلال المسلمين اللهم افت جميع مرضى المسلمين اللهم رضيهم ومن حمدهم من فضاكك وفضلك يا رب العالمين وارحم اللهم موتانا وموت المسلمين اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ماصره ليه يا رب العالمين اللهم صلوا وسلموا على المسلمين والصلاة عليهم قال الله وملائك قولوا صلونا على النبي يا أيها الدبيدة آمنوا صلوا عليه وسلموا مسلمين عباظ الله إن الله يأملك عن الإحسان بين آخرين الطربة ولا عن فحشانا إلا منكار والنر يعظكم لعيداً من هذا الكون صلو الله يتمنى